السلام عليكم معاكم بدر من Game Tech واليوم معاي اكبر جهاز لوحي من هواوي MatePad Pro نسخة 2021 حجم الشاشة 12.6 انش من نوع OLED و بدقة 2K والشاشة مستحوذة على نسبة 90% من الواجهة و نسبة الشاشة هذي هي الانحف في العالم من بين جميع الاجهزة لوحية المتوفرة في السوق والتدرج اللوني DCI-P3 وتدعم حماية العين من الاشاء الزرقاء و ألوان الشاشة ممتازة وتعطيك ألوان حقيقية وأقرب للواقع لكن الشاشة تدعم فقط 60 هيرتز و ما أدري ليش هواوي ما حطت أقل شي 90 هيرتز صحيح أداء الشاشة ممتاز لكن برضو أشوف كان المفروض تكون أكثر من 60 هيرتز بالذات أنه تابلت رائد من هواوي والتابلت يجي بثمانية سبيكارات من هارمون كاردن و صوت الجهاز عالي و قوي و يعتبر واحد من أقوى سماعات أجهزة التابلت اللي جربتها من قبل و يدعم أربعة مايكات لتسجيل الصوت مع دعم عزل الضجيج بالخلفية الجهاز يجي بمعالج كيرن 9000E 5G بتقنية 5 نانومتر و برام 8 جيجا بايت و ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا و يدعم تركيب ذاكرة خارجية و الجهاز يدعم واي فاي 6 و بلوتوث 5.2 و يحتوي على خاصية التبريد و أداء الجهاز قوي جدا وسريع بكل المهام مثل المونتاج والألعاب و مشاهدة المحتوى و بخصوص المونتاج يجي مع الجهاز تطبيق خاص من هواوي خاص بالمونتاج الاحترافي مع أدوات ممتازة و سهلة الاستخدام و طبعا إذا عندك فيديوهات مصورها بجوال هواوي تقدر تنقل الملفات عن طريق الهواوي شير و لو قربت جوالك على الكيبورد تقدر تتصل بالتابلت بسهولة و تنقل ملفاتك على السريع أو تستعرض جهازك بشكل كامل من خلال التابلت و الكيبورد ممتاز و الكتابة فيه مريحة وتحس انك تستخدم كيبورد لابتوب وبالبداية حسيت الموضوع مو مريح لين ما في تراكباد لكن حطولك هنا أزاري تعوضك نوعا ما عن التراكباد أو تقدر توصل أي ماوس وايرلس مع التابلت و جميع اختصارات الكيبورد المعروفة شغالة بشكل ممتاز مع كيبورد هواوي مثل القص واللصق والتحديد وغيره لكن تمنيت انهم حطوا إضاءة في الكيبورد و لاحظت المغناطيس اللي في الكيبورد والكفر صار أقوى من قبل وصار ما ينفك بسهولة وقت الاستخدام واصدرت هواوي الجيل الثاني من M Pencil والقلم أسرع وأكثر دقة من قبل ويتعلق بالجنب عشان يشحن والمغناطيس قوي وما يطيح بسهولة والجميل حتى لو كنت تكتب ويدك على الشاشة القلم برضو بيشتغل بدون مشاكل وما راح يخربط مثل بعض الأجهزة وكل ما ضغطت أكثر على الشاشة بيزيد معاك حجم الخط زي كده وتقدر تتنقل بين أدوات القلم بالنقر على رأس القلم بسهولة وإذا رسمت بعض الشغلات الجهاز يتعرف عليها ويرسمها لك بالشكل الصحيح وحتى لو كتبت بأي مكان النظام بيتعرف على الكتابة ويعدلها لك بالشكل المطلوب وهذا الشي رهيب نجي الحين للنظام هذا أول تابلت من هواوي يحمل نظام Harmony OS والنظام بشكل عام سريع وممتاز والشيء الذكي من هواوي إنه مخلين النظام بنفس واجهة EMUI المعروفة وهذا الشي يجعلك لما تستخدم النظام الجديد تقدر تتأقلم بسهولة كأنك تستخدم أندرويد وطبعاً في بعض التغييرات مثل مكان لوحد التحكم صار بالجنب والإشعارات صارت موجودة بالنص وبالأسفل عندك آخر التطبيقات اللي استخدمتها وتقدر تكبرها وتصغرها وتقدر تسحب زي كده وتنشئ وجد وتغير مكانها بسهولة وطبعاً عندك إمكانية تفتح أكثر من صفحة بنفس الوقت وتقدر تعرض شاشة التابلت على اللابتوب يعني بصراحة ما بتشوف تغييرات كبيرة بالنظام هي مجرد بعض الإضافات البسيطة وطبعاً التناغم الممتاز بين أجهزة هواوي الجهاز يجي بدون خدمات جوجل لكن مثل العادة تستخدم متجر هواوي أب غالري واللي فيه أغلب التطبيقات المهمة حالياً وبخصوص اليوتيوب سويت شرح من قبل كيف تحمل على أجهزة هواوي وتشغل حسابك فيه بحطر لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف تحت وإيميلك الجيميل تقدر تشغله على تطبيق الإيميل الموجود بالتابلت وتستخدمه بشكل طبيعي الجهاز يجي بثلاث كاميرات بالخلف الأساسية بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة واسعة جداً بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة العمق والكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل ودع الكاميرات تحسن على الازدار السابق وصار يعتمد عليها أكثر حجم البطارية 10,050 ميلي أمبير ويجي مع الجهاز شاحن سريع بقوة 40 واط ويدعم الشحن الأكسي يعني تقدر تشحن أجهزتك من خلال التابلت ويدعم كمان الشحن اللاسلكي بقوة 27 واط وداء البطارية ممتاز وراح تكفيك يوم كامل بالراحة سعر الجهاز يبدأ من 3599 ريال ما يعادل 959 دولار وراح يبدأ الطلب المسبق على الجهاز يوم 26 يوليو ومعا هدايا بحطها لكم تحت بالوصف